والذين تناولوا فيه تصعيد النظام السوري في ريف إدلب حيث قتل مدنيون اليوم وأصيب آخرون بجروح بعد غارات شنتها مقاتلات روسية وأخرى تابعة للنظام السوري على مناطق خفض التصعيد في محافظة إدلب شمال غرب سوريا مصادر محلية قالت إن قوة النظام نفذت غارات على مدينة معرة النعمان وقرى ديرسنبل وفريكا وسرجة والناجية قتل وأصيب العشرة في غارات النظام خلال الأيام الماضية في تصعيد واضح للنظام على ريف إدلب من جهة أخرى نقل عن رئيس النظام تأكيده على الاستعداد لمعركة أسماها بالكبرى في ريف إدلب في السياق السوري الرئيس التركي رجب طيب أردغان أعلن أن هناك خمسين ألف شخص يتوجهون من محافظة إدلب إلى الأراضي التركية في الوقت الحالي لمناقشة هذه التطورات ورحب معي عبر الأقمار الاستناعية بالكاتب والإعلامي أستاذ أحمد كامل أهلا بك أستاذ أحمد كامل الغارات المستمرة وهذا التصعيد الواضح من قبل النظام السوري على ريف إدلب إن لم يكن تمهيد لاقتحام إدلب فما الذي يريد النظام والروس من وراء هذا التصعيد تماما ما الذي يريده الروس النظام لا قيمة له لا يكرر أي شيء هو أصلا غير مهتم بإدلب ولكن روسيا هي المهتمة بإدلب مضى على الوجود الروسي في سوريا أربع سنوات والروس قالوا أنهم سوف ينهون كل شيء في ثلاثة أشهر مضى أربع سنوات وأكثر ولم ينتهي الوضع في سوريا ولن ينتهي أبدا إلا بالخضوع لإرادة الشعب السوري الشعب السوري يريد الحرية يريد دولة ديمقراطية يريد أن يكرر مصيره بنفسه ويمنعه الروس ويمنعه الإيرانيون ويمنعه النظام السوري وتمنعه عصابات البيكيكي الإرهابية خاصة روسيا تريد أن تعلن بأنها انتصرت حتى ولو كان نصرا كاذبا وتراه في إدلب ولكن هذا غير مؤكد وغير محسوم وهم يحاولون منذ ثلاثة سنوات أن يحققوا ذلك إلى أي مدى إذن أستاذ أحمد هذه العلاقة الخاصة الآن بين روسيا وتركيا هل ستحد الروس عن التمادي في هذه العمليات؟ هل تعتقد بأنها ستبقى محدودة ما لتحسين أوراق الروس أمام الأتراك ربما في شمال شرق سوريا في مناطق التي ما زالت بيضقسد؟ لا الجامعة العربية لا الضمير الإنساني لا الأمم المتحدة لا أي دولة في العالم لا أحد في هذا العالم لا رسمي ولا غير رسمي مهتم بحياة السوريين في إدلب فقط هناك الجيش السوري الحر المقاتلين السوريين هم الذين يقفون في وجه الوحشية الروسية الإيرانية الأسدية وتساعدنا وتساعدنا تركيا قدر استطاعتها لأنه مستحيل أن نطلب من تركيا أن تواجه روسيا وأمريكا وإسرائيل والنظام الأسدي وإيران وحزب الله والفصائل الشيعية العراقية والأفغانية والباكستانية ودول الثورة المضادة العربية هذا مستحيل تركيا تحاول ما تستطيع ولكن لاستطاعتها حدود بمواجهة كل هذا الحش لأنها وحدها إضافة إلى قوى الشعب السوري المعادلة غير متكافئة ولكن حصلت تركيا بعض الشيء بعض الإنجازات بعض الأراضي ولكن هذا دون ما يتمح إليه الشعب السوري بكثير كون هذه الانتهاكات أستاذ أحمد تجري في مناطق خفض التصعيد المتفق عليها تركيا روسيا ألا يعطي الأتراك مساحة للضغط على الروس للجمهم على الأقل ووقف التمادي في هذه المناطق يعني هو تعبير غير مفهوم وجديد وقف التصعيد كما قلت حضرتك كلمة مطاطة وتركيا ليست ضامنة لوقف التصعيد وإنما هي فقط ضامنة كما تنص بنود الاتفاقية المختلة تماما غير العادلة مطلقا والظالمة إلى أقصى درجة تركيا ضامنة بأن يلتزم الطرف السوري المعارضة السورية بالاتفاق والمعارضة السورية منتزمة بالاتفاق وبالتالي تركيا ليست ضامنة لا لسلامة إدلب ولا لوقف التصعيد حتى ولا أي شيء فقط هي ضامنة بأن المعارضة تحترم التزاماتها والمعارضة تحترم التزاماتها وهذا نوع من الاتفاقات التي تشبه اتفاقات الإذعان مختلة تماما فإذن تركيا تحاول عن طريق علاقاتها المباشرة مع روسيا وليس عن طريق هذا الاتفاق لأنه اتفاق مختل وعن طريق العلاقات الثنائية ما بين تركيا وما بين روسيا تحاول تركيا ولكن لا تنجح دائما أستاذ أحمد هناك اختلالات كبيرة اليوم وأنا أرى صورة للأسف الشديد ربما تتكرر كل أسبوع الأطفال السوريون وهم ينتشلون من تحت الأنقاض صورة لتفلة سورية ما الذي يجعل الضمير العالمي ما الذي يجعل الأمم المتحدة يعني تبلدت مشاعرها إلى هذا الحد أمام هذه المجازر التي ترتكب يوميا بحق الأطفال لأن المسيطرين على الإعلام العالمي أفهموا العالم بأنه الذين يقتلون إسلاميين حركات إسلامية بأنه هن إدلب تحت سيطرة جبهة النصرة أو تنظيم القاعدة وطبعا العالم يسمح لمن هو متهم مجرد شبهة أن هذه منطقة فيها إسلاميين فيها تنظيمات جبهة النصرة أو القاعدة ضمير العالم مدرب منذ عدة سنوات على أن هذه منطقة تصبح مستباحة إذا قتل كل أهلها فما في مانع وهذا حصل في الرقة مثلا لأنه كان فيها تنظيم داعش قتل ألوف عشرات ألوف المدنيين أبيدوا وما حتى تكلم عنهم وما في صورة أيضا حصل في دير الزور ألوف المدنيين السوريين قتلوا لأنه قيل بأنه هون موجود داعش فالمنطقة التي فيها إسلاميين التي فيها داعش التي فيها القاعدة أو حتى إسلاميين عموما ما شرط يكونوا داعش ولا القاعدة تصبح وفق ضمير العالم الجديد مستباحة مستباحة كليا تقصف المستشفيات يقتل المدنيون يجوعون يموتون بردا يموتون بردا في أطفال سوريين وأنا أكلمك الآن يموتون بردا وضمير العالم مرتاح ما في مشكلة هذول الإسلاميين خليهم يموتون ولكن في المقام الأول أستاذ أحمد ضمير الشعب السوري هو الذي يقول بشار الأسد أنه أمام معركة كبرى كان لافتا على حد علمي أنه بشار الأسد لم يسمي المعارك ضد الشعب السوري على خلاف الروس أو على خلاف الأطراك سموا درع الفرات نبع السلام الآن بشار الأسد يتحدث عن معركة كبرى السوريون كيف يرون ذلك؟ أنت كسوري إعلامي عندما يسمي هذه المعركة على ما تبقى من أراضي بيد المعارضة معركة كبرى يعني أضحك هو شيء ضحك كالبك كما قال شاعرنا الأعظم هو ضحك ولكنه ضحك كالبك لا قيمة لبشار الأسد ولا قيمة لما يقول هو لا قيمة له مطلقا هو وجيشه القوة الخامسة الخامسة في الترتيب في القوة في النصف الفقير والمدمر من سوريا فلا قيمة له ولا قيمة لكلامه وهو خارج الإنسانية معدوم الوجدان معدوم الضمير معدوم الأخلاق ليس فيه أي حس بشري يعني لا ينتمي إلى الجنس البشري بإحساسه وبتصرفاته فلا نستغرب ذلك منه منذ زمن طويل جدا لا هو ولا أبوه ولا عمه الذي يموت في باريس لم تظهر هذه العائلة آل أسد ومجموعة العوائل القريبة منهم التي تحكم سوريا لم يظهروا ولا ذرة ولا ذرة من الإنسانية على مدار خمسين سنة الكاتب والإعلامي السوري أحمد كامل كنت معي عبر الأقمار الاصطناعية شكرا جزيلا لك فصل خصير نعود بعده لمتابعة برنامجنا فابقوا معنا